اشتركوا في القناة لكنها رغم كل ذلك مش خطيرة مش مزعجة كتير يعني مستقبلا الا في حالة واحدة اذا تم تجاهلها ببساطة لانه الحمض اللي موجود في المعدة واللي الاصل يبقى في المعدة يستقبل الطعام والشراب اللي بنتناوله حتى يتعامل معاه هذا الحمض درجة الحموضة فيه من 1 الى 3 وبتكون درجة قاسية جدا على الكائنات الدقيقة والبكتيريا والميكروبات والفيروسات والجراثيب يعني حمض قوي اذا الله سبحانه وتعالى خلقه حتى يكون موجود وين في تجويف المعدة الظروف مهيئة له وبطانة المعدة بتقدر تتعامل معاه لكن اذا وجد في مكان غير هذا المكان وهذه المشكلة اللي اليوم بنحكي فيها الارتجاع المعدي المريئي بمعنى انه هذا الحمض يهاجر من مكانه مش عاجبه مكانه بروح طالع الى وين بيخرج من المعدة وصولا الى المريئ في بعض الحالات وصولا الى تجويف الفم او الى الحل وهنا تبدأ المشاكل المبهمة مشاكل مش من السهل انه نتعرف على اسبابها وانه سببها قد يكون هذا الارتجاع المعدي المريئي اول هذه المشاكل رائحة الفم الكريهة اه والله رائحة الفم الكريهة بنبدأ نستخدم معاجين اسنان ويعني بعض الوصفات حتى رائحة الفم هادي تزول واحنا مش عارفين انه السبب هو الارتجاع المعدي المريئي طيب التهابات الاذن المتكررة رغم انه طبيب الانف والاذن بيفحصك مرة واثنين وثلاثة وما عندك او ما عندك اي مشكلة السعال المزمن حتى تم الربط بين الارتجاع المعدي المريئي وبين نوبات الربو مش بس بين نوبات الربو عند مريض يعني مشخص من قبل انه عنده حساسية في الصدر او ربو كمان اليوم تم الربط بينه وبين تشخيص الربو الجديد يعني انسان عنده ارتجاع معدي مريئي ومش مهتم للموضوع قد يتسبب له هذا الارتجاع في حدوث حساسية الصدر او المعروف بالربو ومشاكله المتمثلة اكثر شيء في نوبات ضيق النفس كمان مشكلة اخرى السعال السعال المزمن والمتكرر رغم انه صورة الاشعة بتقول والله الامور كويسة وما في مشاكل في الرئتين ودخول الهواء متناسب في كل الرئتين وما في اي مشكلة يعني ما فيش مشاكل لا قدر الله السبب هو الارتجاع المعدي المريئي طبعا العرض الوحيد له هو الشعور بالحرقة والألم في منطقة وسط الصدر وهذا الألم بيترافق مع اللي هو انه الحمد قلنا بيطلع الى اعلى وصولا الى الحلق والمشكلة قلنا انه ممكن ينزل تاني هو طالع بيحرق يعني حرقان وحمودة عالية وهو نازل قد يتسبب ايضا في الاذى لو تم بلعه مرة اخرى طب يا ترى شو الاسباب اللي بتأدي الى هذا الارتجاع هو سبب وحيد ما فيش غيره السبب هو ضعف العضلة العاصرة الموجودة عند فتحة المعدة من اعلى يعني وين المريئ بينتهي المريئ بينتهي بيدخل في المعدة لكن قبل دخوله تتشكل عضلة عاصرة زي الصمام كأنها يعني مغلق صمام مغلق هذا الصمام ما بيفتح الا لحظة تناولنا للطعام والشراب بيسمح بدخوله دون العودة او الرجوع مرة اخرى هذا الطبيعي لكن في حالة ضعف هذه العضلة عند تناولنا للوجبات الدسمة وللوجبات اللي فيها الاطعبة المقلية او الوجبات السريعة هي اكثر ما يعاني منها المرضى المصابون بهذا الارتجاع المعدة المريئة وتحديدا في ساعات الليل وتحديدا عند الاستلقاء بيبدأ تبدأ المشكلة بالظهور وبيبدأ يعاني المريض من شعور الحرقان او الحموضة العالية اللي بيوصفها في تم المعدة او في منطقة وسط الصدر هذا هو السبب الوحيد هل في عوامل اخرى؟ نعم في عوامل اخرى احنا بنقول عنها عوامل خطورة قد تتسبب في زيادة المشكلة على رأسها التدخين يعني عادات سيئة بنرتكبها التدخين مثبت علميا انه بيضعف هذه العضلة العاصرة ويتسبب فيها بتقلصات غير عادية وتصبح العضلة او المصرة هكذا تسمى مصرة غير فعالة او يعني ما بتأدي دورها بشكل طبيعي وهي في حالة ارتخاء وبالتالي ممكن التدخين يكون سبب في حدوث اللي هو هذا الارتجاع المعد المريئي طبعا عدا عن انه التدخين قلنا من الحاجات اللي قد تسبب سرطان الرئة ومشاكل كتيرة لمرضى القلب وغيرهم الارتجاع المعد المريئي لما بنقول بيحدث في الليل احنا اتفقنا قبل هيك انه اذا دخل الليل فلا طعام ولا شراب ما فيش طعام في الليل خلاص انتهى الاكل الاكل في النهار الاكل في النهار وتمشي وتتحرك لكن المشكلة اذا تناولت وجبة دسمة في الليل ورحت استلقيت وتمددت ستعاني الكثير من الاسباب المعروفة في حال حدوث هذا الارتجاع المعد المريئي وهذا طبعا بشخصها الطبيب بسهولة طبيب الباطنة اللي هو اللي بنسمع عنهم الفطق الفطق المعدي اللي هو جزء من اعلى المعدة بروح داخل تجوية يعني بيخترق الحجاب الحاجز يعني من منطقة الفتحة او عند صمام المريئ بيروح داخل بسبب ضعف العضلة وارتخاء العضلة بروح طالع وداخل جزء من المعدة وين في داخل تجويف الصدر واحنا بنسميها فطق الحجاب الحاجز او بنقول عنها هي تسهرنية وهذه احد اهم المشاكل اللي بتأدي الى ارتخاء عضلة العضلة او المصرة اللي موجودة في منطقة فتح اعلى المعدة واللي الاصل انها تحبس ولا تسمح بعودة الحمض الى اعلى وعلشان هيك قد يتم التدخل جراحيا لحل هذه المشكلة طب يا ترى بعد معرفنا عوامل الخطر وايش اللي بصير وكيف بصير والاعراض كيف ممكن نتخلص من هذا الارتجاع المعد المريئي اول حاجة بدي اقولها هو اني كيف لما بدي انام لو كنت مصاب بهذه المشكلة كتير من الناس او بعض الاطباء للأسف بيقول للمريض ارفع رأسك انا ما بقول لك ارفع رأسك على وسادة عالية حتى لا تتسبب لك بمشاكل في الرقبة وفقرات العنق بل ارفع السرير كل السرير من وسط السرير حتى رأسك يجب ان يكون مرتفع قليلا ارفع السرير وما ترفع رأسك لا رأسك يبقى على وسادة يعني 15 سانتي ما تكونش اكتر من هيك البعض بقول له ارفع الرأس وخليك لا هذا قد يضرك ويتسبب لك بالمشاكل الكثيرة في حال استخدمت وسادة مرتفعة تحديدا لفقرات العنق وللرقبة هذه اول نصيحة النصيحة التانية اذا كنت عاني من هذه المشكلة الجأ الى شرب الماء بكميات جيدة كتير مننا بينسى شرب الماء المشكلة التانية او النصيحة التالتة شرب اللبن اللبن بيحتوي على مواد رائعة جدا تهدئ من المعدة وتخفف من اعراض او الشعور بالحرقة لو عانيت من الارتجاع المعدي المريء بعض المشروبات تحديدا النعناع مغلي النعناع ولكن يجب ان يغلى النعناع لفترة قصيرة او يفضل ان تغلى الماء وتصبه على اوراق النعناع الخضراء وتتركه لخمستعشر دقيقة ثم يعني تشرب من هذا المشروب الرائع جدا مشروب بهدئ هذه المشكلة ويخفف من اعراضها بشكل كبير كتير المشروب التاني هو البابونج البابونج رغم فوائده الرهيبة جدا في كتير يعني امور يعني في كتير علل ومشاكل صحية الا انه في هذه المشكلة من ارقى المشروبات اللي ممكن تخفف الشعور بالحرقة والحموضة في حال كنت مصابا بهذا الارتجاع المعدي المريء وسائل كتير بالمناسبة طبيعية طب هل من وسائل علاجية نعم هناك بعض الاقراص الدوائية التي تعالج هذه المشكلة ومن ضمها البروتون باب انهيبتورز رغم انه لها اعراض جانبية طيب يا دكتور لو انا بتناول الاسبرين اسبرين الاطفال يجب ان اتوقف عنه لكن هنا بدي استشير الطبيب ما بصح ان اتوقف عنه بدون علم او استشارة الطبيب لانه قد يكون سببا في حدوث هذه المشكلة كذلك الامر التوقف عن استخدام المسكنات المسكنات اللا استيرويدية هذه من اكثر ما يعني يزيد مشكلة الارتجاع المعدي المريء التوقف عن التدخيل مهم جدا جدا التوقف عن اكل الشوكولاتة واحد يقول لي يا دكتور الشوكولاتة سيروتونين وبتعدل المزاج للأسف في هذه المشكلة او في هذه الحالة قد تكون سبب في يعني مضاعفة الاعراض او الحرقة الناتجة عن هذه المشكلة التوقف فورا عن شرب الكافئين الكافئين القهوة يعني بدي ابعد عنها طبعا وسائل بعتقد ممكن استخدامها بسهولة دون يعني عناء كبير وحتى هذه بتريحني من انه ما يصيرش عندي مضاعفات عارفين المضاعفات الشية المضاعفات اللي احنا قلنا في البداية الموضوع مش صعب وليس خطير ولكن انه لو انا اهملته قد يتسبب في قرحة في جدار المريء قد يتسبب بتليفات وندبات في المريء يصبح قطر المريء ضيق ويتسبب يعني بمشاكل كبيرة انا في غنى عنها لو تعاملت مع الموضوع من البداية يعني اعرفت كيف او ايش اتناول وايش اشرب وايش ااخد وغير عاداتي السيئة اللي بقى ارتكبها سواء كانت عادات غذائية او عادات يعني في النوم قلنا لازم ما اتناول الوجبات الدسمة قبل النوم لازم اتحرك قليلا اللجوء الى شرب الماء واللبن هذه يعني اهم الوصفات بالاضافة الى ما ذكرنا مع اطيب الامنيات لكم بالسلام دوما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته